حياكم الله مجددا في آهل الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة الصراطان سدن جهة خيرية إنسانية تقدم اليوم جهودا أقل ما توصف به العظيمة في واحد من الجوانب الصحية الإنسانية النفسية المهمة جدا التي تخدم شريحة هي في أمس الحاجة إلى وجود ما تقدمه الجمعية اليوم من رعاية من عناية من اهتمام من تثقيف من توعية من مسارات مختلفة جدا على امتداد حضورها وعمرها الزمني ومؤخرا دشنت هويتها مع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تفاصيل كثيرة عن هذه الجمعية نود أن نعرفها مع ضيفي الكريم الأستاذ سعود بن محمد بن هاجد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة الصراطان سدن أستاذ سعود مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة نساك الله بالنور والعافية وأنا شاكرا للاستضافة إن شاء الله تكون إضافة جميلة للجمعية ومستفيدين للجمعية نعم سدن من 2004 إلى اليوم وهي تحقق حضورها في المشهد وباقية وموجودة اليوم وين تشوفها إلى وين وصلت سدن؟ هل حققت ما تريدونه من أهداف ولا ما زال؟ الحمد لله الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة الصراطان سدن مثل ما تفضلت انطلقت عام 2004 طبعا أننا تحقق كل طموحاتنا نحن طموحاتنا بعيدة جدا يعني وهمنا الأول والأخير هو خدمة مريض السرطان وتقديم جميع ما يلزمهم من خدمات ومن رعاية نفسية ورعاية مالية فأنا أختصر لك الخدمات التي يقدمها الجمعية طبعا نحن نستهدف المرضى القادمين لمدينة الرياض في مراكز الأورام في المستشفى الرئيسية الخمسة وعندنا في كل مستشفى مكتب لاستقبال المرضى وأخذ مستنداتهم الأولية وفتح ملفات لهم ثم بعدها يتم تقديم الخدمات لهم من تذاكر اركاب من مدنهم إلى مدينة الرياض وأيضا عندنا نقل داخلي مع أحد الشركات لنقلهم من المطار إلى السكن ومن السكن للمستشفى وأيضا نوفر لهم السكن والإقامة وبعض المرضى يكون بحاجة مالية يكون هناك مصروف يومي للمريض بحيث أن المريض لا يحتاج لألي شيء لأن احنا اكتشفنا بعض المرضى ينقطع بسبب أن الأمور المالية وتكاليف وما التكاليف الآن الجمعية والله الحمد متكفلة تماما بجميع تفاصيل زيارته للمركز الأورام الجميل أيضا في الموضوع أن هذه الخدمات التي ذكرت لك تقدم له موجب كودات يعني يجيه كود عليه تذكرة السفر كود على جواله كود النقل الداخلي كود الشقة كود المصروف كل هذا الجيه موجب كود يفتحه ويستفيد من الخدمة مباشرة عناية كاملة بالسفر بالتنقل بالسكن بالسكن نعم تماما ما يعني ما يحتاج أي شيء ولا الحمد إيش المستشفات اللي لكم مكاتب فيها؟ المستشفى العسكري ومستشفى الحرس ومستشفى التخصي ومستشفى الملك الخادل الجامعي والمدينة المفهد الطبية وهذه الخمسة المستشفات اللي يوجد فيها مراكز للأورام من خلالها يقدم الخدمات لهم جميل الخدمات تقدم للمرضى فقط ولا لعائلاتهم أيضا؟ المرضى طبعا المريض لما يأتي ما يأتي الحالة خصوصا مريض السلطان يحتاج إلى مرافق فالسكن والتذاكر وكل شيء تسمى للمريض ومرافقينه كل الخدمة تقدم للمريض للمرافق لأن المرافق من الشخصيات المهمة اللي نحرص عليه أنه يكون دائما في وضع كويس المريض بحاجته وأقرب الناس له سواء أب أم أخ اللي أي قرابة له هو بحاجة هذا الشيء والله جهد عظيم أستاذ السلطان لأنكم تشيلوا كثير من الهم عن هؤلاء المرضى ومن حولهم يعني أنت عارف صعوبة المرض أحيانا المشكلات النفسية اللي تنشع عن هذا المرض وشيلة الهم فلما يجد من يقدم ويمد هذا اليد الإنسانية الجميلة الموضوع يأخذ أبعاد أجمعية طبعا نقدم خلال دعم النفسي تعرف صدمة الخبر للمريض دائما فإحنا نتولى هذا الموضوع بخصائيين اجتماعيين وخصائيين نفسيين لجلوس مع المريض ومع ذوي المريض وتثقيفهم وتخفيف الصدمة عليهم حتى المريض يتعامل مع المرض كأي مرض والله الحمد يعني نسب الشفاء حتى والله الحمد ملحوظة الحمد لله والدولة رعاها الله تقدم خدمات العلاج طبعا لجميع السعوديين مجانة في كل هذه المستشفيات وهذا فضل من رب العالمين وأيضا هناك نقدم خدمات علاج مرضى لغير السعوديين بالتعاون مع منصة شفاء وهذه المنصة إنشاءتها الدولة حفظها الله من خلالها يتقدم لنا المريض ونعمل معلوماته والأوراق المحتاجة ثم نرفعها لمنصة شفاء بتكلفة العلاج والأجمل أستاذ السعودي إذا توافقني أيضا هو هذا التكامل بينكم وبين هذه الجهات الرسمية وبين هذه المؤسسات مكاتبكم موجودة أنا متأكد بينكم كثير من الشراكة الدعم التوافق التكامل كثير الحمد لله وآخر دعم وشراكة كان مع منصة إحسان وكانوا لله الحمد من أفضل الاتفاقيات والشراكات التي تحقق منها نجاح كبير ولا أنسى أن يتبع الجمعية سدن مركز للكشف المبكر لسرطان السدي وهذا يتبع عربات عبارة عن أيادات متكاملة تحتضر في المولات وفي جامعات البنات وأيضا تنتقل إلى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض لتقديم هذا الكشف المبكر تعرف شيء قبل الحلقة وأنا أقرأ عن الجمعية وأحضر توقعت أني لميت بما يكفي من المعلومات لكن والله العظيم الذي جالس أسمعه منك الآن شيء مبهج وسر الخاطر يعني إحنا فخورين ومعتزين في أهل اليوم أنه نقدم هذا المحتوى ونقول للناس بهذه الخدمات التي جالسة تقدم اليوم إلى وين رايحين؟ إيش خطواتكم القادمة؟ طبعا إحنا من عام 22 بيننا استراتيجية الأربع السنوات القادمة حتى تنتهي في عام 25 ومن ضمن الهداف الاستراتيجية طبعا تغيير الهوية حيث السنوات الطويلة الآن كمنا 20 سنة والله الحمد فأيضا تحتاج إلى هوية جديدة شعار يبعث إلى التفاؤل اسم مختصر يكون متداول وسهل التناقله بين الناس فدائما الهداف الاستراتيجية عندنا مثلا خلنا أضرب لك مثال واحد كان المريض لما يأتي إلى مكتب الخدمة يأخذ 20 دقيقة عشان ينهى عمله من مستهدفاتنا في الاستراتيجية أنه ما يأخذ أكثر من ثلاث دقائق والله الحمد لله حققنا إحنا الآن وصلنا إلى ظهر إلى عشر أو تسع دقائق وإن شاء الله العام القادم بيكون ثلاث دقائق متحققة وهذا جزء من أحد الهداف الاستراتيجية كلما امتدت الحلقة شوي أبهشتنا بحاجات أرضا إذا تسمح لي أخذ فاصل وأرجع أكمل معك بلروح إلى فاصل وبعدها مكملين مع الأستاذ السعود وحكاية سدن الجميلة والإنسانية العظيمة حياكم الله في الجزء الأخير مني هلا ضيفي الأستاذ سعود بن محمد بن هاجد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان سدن وأنا إذا سمح لي الأستاذ السعود أدعو كل من يشاهد ويستمع إلى هذه الحلقة إلى أمرين الأمر الأول أنه يزور حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ويطلع حقيقة على مجموعة الخدمات الجميلة التي تقدم والثانية أنه يسهم في دعم الجمعية على الرقم 50-70 وصحيح الأستاذ السعود 50-70 برسالة فارغة إلى هذا الرقم قيمة الرسالة التي ستأخذ من رصيدك 10 ريال ولكنها ستسهم في دعم أعمال الجمعية لعلاج مرضى السرطان شاف الله الجميع وعافاهم أعود لك أستاذ السعود كان لقاء مع سمو أمير الرياض تجشين الهوية كيف كانت الكواليس الأجواء لانطباعة عن كل ما تقدمه الجمعية والله الحمد لله إحنا كنا حريصين أن يتم تجشين بحضور أو زيارة سمو الأمير فيصل مبدر لمنطقة الرياض والحقيقة كان اللقاء جميل وأسعدنا أن أعجبها الشعار والتفائل الموجود في الشعار وأيضا الإسم والملاحظات التي أخذناها من سموه تجاه الجمعية وشرحنا لجميع الأهداف والخدمات التي تقدمها الجمعية والحمد لله كنا مبسوطين وهو أيضا أسعدنا بأنه كان مبسوط وسعيد لما سمعه وما شافه من إنجاز الجمعية والجمعية من 2004 إلى النصف العام 2024 قدمت أكثر من 300 ألف خدمة للمرضى ما بين الإسكان وبين التنقل وبين الدعم المالي وهذا لله الحمد نفخربه نحن طبعا أعظام تسدارة ولكن ورانا أيضا إدارة تنفيذية جنود مجهولين يعملون ليل نهار نحن مشرعين وندعمهم ونذل العقبات لكنهم الحقيقة هم العنصر البشري وهم شريان الجمعية بداية من رئيس التنفيذة إلى أصغر موظف في الجمعية من الفتيات ومن الشباب والحمد ونفخربهم كثير ونعتز أنهم موجودين معنا ونحن نرفع عروسنا بهم دائما نرى أن الإدارة تنفيذية هي الأساس لتحقيق جميع هذه الاستراتيجية وجميع هذه العدف يستاهلون شكركم بنعرض على الشاشة الآن حساب جمعية سدن على تويتر هذا أمامكم تقدم الجمعية للمرضى خدمات النقل الإسكان الدعم النفسي التوعية الوقاية وتدير ستة مراكز للكشف المبكر يمكنكم الدعم بإرسال SMS للرقم 5070 على الاستيسي على موبايلي على زين هذا حساب الجمعية بإمكانكم متابعته على تويتر أرجع وأكرر المرة الثالثة رقم 5070 يستقبل كل تبرعاتكم لجمعية سدن اليوم كيف تصف العلاقة بينكم وبين المستشفيات التي ذكرتها؟ والله الحمد العلاقة أكثر من ممتازة ونجد منهم الدعم وهم أيضا يستشعرون الدعم أو الخدمة التي نقدمها للمرضى من خلال مكاتبنا لديهم لأن المستشفى إذا وجد أن المريض حريص وموجود في مواعيده وفي جلساته فطبعا هذا يسعد المستشفى لأنه يواصل علاجه ولا ينقطع فعلاقتنا والله الحمد حتى دائما أي نقص نلاحظة أو شيء نذكره لهم ودائما للحمد يذللون هذه الصعوبات وهم شركة نجاح نعم هم شركة نجاح لنا اليوم أيضا من ناحية ثانية لو أحد جالس يستمع لهذه الحلقة أو يشاهدها وحاب أنه يتواصل معكم كيف ممكن يوصل لكم أي تواصل؟ التواصل طبعا في حساب الجمعية فيها رقم اتصال هذا تلفون العلاقات 24 ساعة موجود ممكن الاتصال فيه وعن طريق المنصة اكس أو أي وسائل تواصل اجتماعي خاصة الجمعية بمكان التواصل وإن نضطر إلى زيارة المقر في مدينة الرياض الله يحييه أو مكاتب الجمعية الموجودة في المستشفيات وهي غالبا البوابة الأولى للمريض مباشرة طب بنعرض لك صورة الآن ويدي تشوفها معنا على الشاشة وتعطيني تعليقك عليها والله أنا أعتبر هذه الصورة من أسعد اللحظات في حياتي بالتدشين هذه الهوية الجديدة مع سمو أمير منطقة الرياض لأنه كان هدف من الأهداف اللي دائما نحلم فيها في مجلس الإدارة نحن نجد هوية جميلة وشعار جميل يسعدنا دائما ويسعد المستفيدين والعلم لك نحن ناخد دائما استبيان من المستفيدين نسألهم بكل تجرد وش النقص اللي يتعانون من أحنا وش مقصريين وش الجانب اللي ترون ممكن نضيفه يعني هم لأن المستفيد هذا أو المريض هو أصلا أساس عملك فأنت إذا ما استشفيت منه ملاحظات والشياء اللي ممكن تضايقه أو شي فأنت ماشي صح فالحمد لله احنا دائما نعملهم استبيانات وخلوهم يعبونا ويكتبونا بكل شفافية ناقص كذا أو ناقص كذا أو كذا وإن كان في هناك شيء إيجابي فإحنا نسأل الله التوفيق والقبول الله يقويكم ويعينكم ويحقق لكم نجاحة أكثر وأكثر يا رب قبل ما ودعك استاذ سعودي ذلك رسالة أخيرة لمين تقولها وش حاب تقول فيها الرسالة الحقيقة أولا رسالة الصغيرة لمرافقين المرضى شكرا لكم على ما تقدمونه لمرضىكم لدعمكم وصبركم واهتمامكم فيها الرسالة الثانية للمجتمع هذه الجمعية وما على شاكلتها من الجمعيات السلطان الموجودة في المملكة تحتاج دائما الدعم من جميع شرائح المجتمع والله الحمد لنا مجتمع خير يبدأ من رأس الحرم خادم الحرمين الشريفين وسموه لأهد الأمين الدعم اللي يصلنا منهم ومن القطاعات الحكومية المختصة ومن رجال وسيدات الأعمال وهذا الحمد لله نلمس فحنا نقول دائما نخلوكم معنا حتى نؤدي رسالتنا على أكمل وجه الله يقويكم ومن نجاحي لنجاحي رب وشكرا جزيلا لحضوركم عافوا حبيبي شكرا للاستاذ السعود شكرا لجمعية سدن حقيقة على كل ما تقدم هذه جهود جبارة عظيمة تطوعية إنسانية خيرية تثبت أن الخير والسلام والأمان والجمال موجود دائما في هذا المجتمع وفي هذا الوطن ولولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا أشوفكم بكرة فمان الله